أهلا بكم حلقتنا مستمرة وفيها خرج مئات الآلاف من الجزائريين اليوم الجمعة في تظاهرات حاشدة بشوارع العاصمة للأسبوع الثامن والثلاثين على التوالي ذلك في استجابة لدعوى الحراك المدني في البلاد أشهد الحراك زخما أكثر كثافة من قبل رغم الظروف الجوية السيئة في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الجزائرية تجدر الإشارة إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعى لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المترشحين الخمسة للرئاسيات المزمع تنظيمها في الثاني عشر من الشهر المقبل لتسليط الضوء على المشهد الجزائري أرحب ضيفي معي في الاستوديو الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت أهلا بكم مرحبا بكم الجمعة الثامنة والثلاثين ما هي أبرز مشاهده؟ ربما الأبرز هي أنه في تقس وفي جو بارد بارد جدا في كثير من المدن خاصة العاصمة خروج هذه الأعداد الهائلة وكأن الجو ربيعي وليس تحت أمطار وتحت برودة شديدة وأيضا من الأمور المؤثرة جدا صراحة هو استمرار خروج أصحاب الحاجات الخاصة الذين أصيبوا في أجسادهم ومع ذلك يخرجون كنت نشوف في صور من بين الصور مرأة في وضع صحي صعب بالنسبة إليها مقعدة على كرسي متحرك وتحت الأمطار ومع ذلك مصر أن تخرج هذه ليست الحالة الوحيدة بالمناسبة وفيه أيضا من الصور المؤثرة جدا شيوخ في سن يعني كان يتجاوز 80 سنة ومع ذلك يصرون على الخروج شيء مهول حقيقة ما يحدث في الجزائر الآن ليس فقط ثورة ضد حكم طاغي وطغيان وحكم عسكري ولكن أيضا شعب آخر أنه يوم الجمعة لديك شعب آخر ليس مثل الأيام الأخرى ما هي الرسالة في هذه المشاهدة سيد محمد لأن النظام قبل ذلك الرئيس الأركان والنظام رهنوا على شهر رمضان وقلة الأعداد ثم رهنوا على حرارة الصيف وقلة الأعداد والآن كانوا رهنوا على الأجواء الجوية السيئة أجواء الطقس السيئة ولكن الجزائريون يخرجون في كل مرة ما هي الرسالة؟ الرسالة أننا لن نتراجع أننا في هذا الموقف هو موقف وجودي بالنسبة للشعب الجزائري أن الجزائريين يعرفون بأن لا قدر الله خسارة هذا الحرك هذه الثورة يعني نهاية الجزائر وربما دخول في مرحلة سوداء حقيقة يعرفون أن هذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر ربما لجيل أو جيلين هذا إذا بقيت الجزائر إذا لم يخرجوا وإذا لم يصروا على ذلك ولذلك هذا الإصرار وهذا التحدي فيه يقابله استفزازات هائلة من الجماعة الحاكمة ومنها قائد الجيش لماذا لا تسميه إصرار وتحدي من الجماعة الحاكمة أيضا لأن لديهم خارط الطريق ويبدو أن هناك إصرار وتحدي لإتمامها وما صراحة نعم لديهم خارط الطريق وعضي الخارط الطريق اتفقوا بها مع القوى الكبرى حاولوا في مارس أن يمرروا العهدى الخامسة في فبراير فأطاح بها الشعب ثم في بداية مارس كما تتذكر قالوا عهدى خامسة لسنة واحدة أطاح بها الشعب ثم قالوا عهدى رابع علي ممتدة ثم أطاح بها الشعب ثم أطاح ببوتفليقة ثم جاءوا بالانتخابات أربعة جويلية المزعومة وأطاح بها الشعب ويصرون الآن على هذه الانتخابات نعم هناك دعم خارج لهذه الجماعة نعم جماعة الجنيرالات مصرة على بقاء الحكم في أيدي العسكر وفي أيدي الجنيرالات ولكن صدقني الإصرار الشعبي والتحدي الشعبي ليس مهما وصفناه لا نستطيع أن نعطيه حقه النظام نجح في استيعاد إضراب القضاء ويعني أشار عدد كبير من رموز الحراك في الداخل والخارج إلى فكرة أن القضاء ذهبوا لبعض الفتاة الذي ألقي لهم وتركوا أصل الحراك وأصل الثورة يعني كيف رأيت هذه النقطة تحديدا فكرة استيعاد إضراب القضاء إضراب حجم القضاء كان مؤثر للغاية شوف حتى نكون منصفين القضاء لحد الآن فيها مدن وفيها محاكم في مجالس قضائية ترفض العودة إلى العمل ويفرض فيها القضاء العودة إلى العمل خاصة تلمسان وهران بجاية زيوزو لبويرة بمرداس وأيضا داخل العاصمة وأيضا القضاء النقابتين هناك نقابتين هناك نقابة القضاء ونادي القضاء نادي القضاء ترفض ما توصلت لي لنقابة القضاء أو القضاء مع الجماعة الحاكمة وحتى داخل نقابة القضاء هناك رفض للاتفاق لأن في الحقيقة أن الجماعة الحاكمة أهانت القضاءات أكثر مما السابق لأنهم قالوا أنهم أوقفوا الإضراب بعد أن زادوا لهم في الأجور وبآثر رجع لمدة عشرة أشهر هذه إهانة كبيرة جدا بالنسبة للشعب الجزائري القضاءات الذين يقفون معها الآن هم منها بالنسبة الأما الذين يعودون للعمل ويسجنون الشباب وحتى الرجال والنساء في الثورة فهؤلاء من النظام وصراحة لن نبكي عليهم لأنهم هم جزء من هذه العصابات جميل نحن على بعد شهر تقريبا من هذه الانتخابات الرئاسية الجزائرية الحراك سيستمر في أربع جمعة قادمة أو خمس جمعة قادمة فقط للتظاهر ورفض الانتخابات حتى يأتي الثاني عشر من ديسمبر أم أن هناك خطة عمل للتعاطي مع هذه الانتخابات أنت تعلم هناك إما المشاركة إما المقاطعة إما دعم مرشح هذا أو ذاك لا هو الجزائر المسررين علىها لن تكون بالنسبة للنظام القائم كيف يجري حملة انتخابية في أوضاع مثل هذه يخرج الملايين كل جمعة وعشرة الألاف ومئات الألاف كل ثلاثاء ورفض كامل ومطلق بالمناسبة اليوم هناك شعارات جديدة وقوية من بينها يعني خلاصتها من يذهب إلى الانتخاب فهو خائن لبوطي خائن وشعارات جديدة بأن الدولة هي الإرهاب لأن كان فيه مقتل ثلاثة جنود والإعلام ركز كثيرا جدا وأن الإرهاب والعنف فالشعب رد بقال أن الدولة هي الإرهاب وهي التي قتلتهم في إشارة من أن هذا تلاعب بأبناء الناس وبأبناء الجزائريين وبإظهار كرت الإرهاب مرة أخرى لتخويف الجزائريين كما فعلوا من قبل وكما يفعلون دائما وهناك هؤلاء الملايين أمس أنا طرحت مثلا من بين سؤال على صفحة الفيسبوك وقلت هل تريدون التصعيد حالا أم ننتظر قليلا قبل أسبوع كانوا 8% قبل أسبوع كانوا 60 ألف الذين أدلوا بصواتهم و80% قالوا التصعيد حالا أمس كانوا 85% بعد ساعتين من التصويت وكان عدد مصويتين 33 ألف ما هو التصعيد حالا؟ التصعيد حالا هناك عدة أشياء منها الآن حديث على إضرابات تبدأ يوم الثلاثة والأربعة والخميس هذا الأسبوع فهذا التصعيد في حديث على أن عمال بيترول وعمال الغاز يوقفون التصدير وربما أيضا الإنتاج هذا أيضا تصعيد في حديث أيضا على أن لا يتم وأن تتم محاصرة كافة المقار الانتخابية لهؤلاء المرشحين كل هذا قادم وصراحة الناس ستذهب في التصعيد ربما قد يصل إلى عسيان مدني شامل وأنا إن كنت مواطن جزائري وأذهب لأدلي بصوتي لأنني أقتنع بأن مصلحة الجزائر ومصلحة الوطن في هذه الانتخابات فلماذا تمنعني أنت كمواطن آخر من دخول المقار الانتخابي والإدلاء بصوتي؟ أنا لا أمنعك أنت تقول محاصرة لا المحاصرة هي لأن الناس تعرف أن هذه الانتخابات ليست انتخابات حقيقية وأن الذين يقولون أنهم قد يشاركون فيها الناس تعرفهم أنهم من أزلام النظام القائم والعصابة القائمة الآن قالوا أن جزء منها سقط هل ليسوا جزائريين سيد محمد؟ نعم هل ليسوا جزائريين؟ لا يحق لهم الانتخاب؟ لا لا يحق الأغلبية التي تقرر في أي مكان الأغلبية التي تقرر والأغلبية عندها 38 أسبوع وهي تقول أن هذه الانتخابات هي لتجديد العصابة لا تستطيع أقليا تفرض على الأغلبية ذلك لأن معها الدبابات لا يمكن ذلك هذه ليست انتخابات هذا فرض لآخري عندما ترى هذه الملايين كل أسبوع وتسمع الشعارات وتسمع ردود الفعل نحن ما نشفي أسبوع الأول أو الثاني أو الثالث نحن في الأسبوع 38 ماذا لو أصبحت في الأسبوع الثالث والأربعين وتمت الانتخابات وتم اختيار رئيس للجمهورية لن تتم صدقني لن تتم لن تتم الناس لن تسمح بإجراء انتخابات هي لتجديد العصابة والناس لن تذهب أصلا أولا الناس لن تذهب ثم لن تسمح تخرج الناس بهذه الطريقة الناس الآن فيها حديث أن يوم 10 و11 و12 ديسمبر أن الناس ستبيت في الشوارع وستبيت في العاصمة اعتصامات من 10-11-12 بمعنى يومين قبل الانتخاب ويوم يزعمون بأنه الانتخاب هذا أيضا المطروح في الخطة الشعب إذا كانت الجماعة الحاكمة لها خطة فالشعب خطة والناس تتداولها على المفتوح وعلى العلن وبالمناسبة تقريبا كل الشعارات التي تقال في العاصمة تقال في كافة المدن الأخرى وفي نفس التوقيت طيب أنت المشهد الذي تتحدث عنه الآن يبدو أنه يذهب إلى مواجهة مباشرة أنت تتحدث عن اعتصام في الثلاثة أيام التي ستسبق يوم الانتخابات ماذا لو نزل الجيش بذباباته بألياته ما الذي سيحدث؟ هل يستحق الأمر مواجهة بين الشعب الجزائري وبين الجيش؟ أولا الجيش وهذه الجماعة الحاكمة تعرف ذلك الجيش كقواعد جيش هي مع الحركة ومع الثورة وضد غيادة الجيش وهناك سياء هائل داخل الجيش لأنهم أصلا معاناتهم أشد لأنهم تحت الأوامر وتحت ظلم كبير هذا واحد الأمر الثاني الداعي من الكبار القوى الكبرى خاصة فرنسا لا تريد أي فوضى في الجزائر لأنها تعرف أنها ستدفع ثمن غالي وهما لديهم بعض الدراسات الاستشرافية التي تقول على الأقل 5 ملايين جزائري سيدخلون أوروبا وهذا يخيف أوروبا جدا ولكنها لا تريد بالتبعية الثورة أن تحكم لا بطبيعة الحال فرنسا ومع الولايات المتحدة ومعها القوى الكبرى وحتى القوى الصغرى يعني لن تصبح للحرك بأن يأتي برئيس لا هم شوف الناس مرات تنظر إلى هذه القوى الكبرى وكانها هي الإله وكانها هي الله لا هؤلاء لا يستطيعون وأنت ترى ما يحدث الآن في أمريكا والصراعات في الاسطابليشمنت الأمريكية مع ترامب فرنسا لديها مشاكل كبيرة جدا هذه القوى الكبرى دائما تحاول أن تحافظ على الاستقرار الاستعماري هذا استقرار الاستعماري يريدون أن يستمر النهب لكن وهم من الخلف لكن هم لو استطاعوا لما خرجت فرنسا من الجزائر بعد 130 سنة من استعمار استيطاني مثل ما هي اليوم إسرائيل وفلسطين إذن تريد القوى الكبرى وتريد الشعوب وفي النهاية الشعوب تنتصر طيب عندما تتحدث عن نظام يتعامل مع الحراك سيد محمد وكأنه غير موجود يعني اللجنة العلية للانتخابات تدعو لمناظرات تلفزيونية وكأنها انتخابات ديمقراطية ولأول مرة في التاريخ وكأن الرجل لا يراكم لا يرى ما يحدث في الشارع تعرف أن هذه الاستفزازات أنا ما زلت أتذكر مقولة لمبارك جاء في ديسمبر أعتقد في ديسمبر 2010 قال لهم حلوهم يتسلوا نعم وانتلع لك مصري وتتذكرها جيدا فتسلوا بعدين به الثوار للأسف قبل نظمة قلها في يناير قبل الثورة بعشرة أيام بعشرة أيام فهم الآن حتى هم لا يقولون ما قاله مبارك لكنهم يفعلون أسوأ مما قاله مبارك لأن قائد الجيش والجماعة الحاكمة ككل تقوم باستفزازات شوف اللي تخلي تخرج الناس في هذه الأجواء الباردة والشديدة وفي الحر في البرد في رمضان هو أكثر هي استفزازات النظام يعني لو كان هناك عقلاء داخل هذا النظام لا تصرفوا مع الشعب بنوع من الذكاء بنوع من الحكمة من التهدئة أمس قائد الجيش يقول أن الذين يقولون دولة مدنية ليست عسكرية هم يتآمرون على الجزائر بصرح العبارة يعني لم يعودوا يخفون أن بالنسبة لهم الحكم العسكري هو الحكم الوطني وأن الدولة المدنية هي ضد الشعب وضد الدولة شكرا جزيلا لك محمد العربي زيتوتا بالمسيح الجزائري السابق بن شرب أغربي زيتوتا